لكن القرار الثاني المطالبة بإقالة لجنة الحكام بعد أن فقدت نزهاتها وغوظة قيامها الحقيقة أنا شايفه طلب مجاب قبل أن يطلب يعني أنت لم أطلبتوش إيه الطبيعي في اللحظة اللي إحنا فيها دي إيه الطبيعي الطبيعي أن الكابتن عصام عبد الفتاح بعد أن فقد منصبه كان بيتحججه تمالي إحنا بنحافظ عليه عشان منصبه في الاتحاد الأفريقي طيب ست سنين في الاتحاد الأفريقي ماذا استفادت منه أسرة التحكيم كم حكم وصله كاس العالم كم حكم حكمه نهايات أفريقيا مش كاس العالم كم حكم تم تبادله وحكم نهايات في بطولات أسيوية على مستوى كاس الأمة كم إحنا بنشر دولتك ده حكم كويس ده مرشح كان مرشح لكاس العالم كان نفسه كان نفسه رح كاس العالم ما فيش زايت طبعا تفسيراته الغير علمية والغير أمينة على بروتوكول الفار وعلى ده ده خلاة لا تفسيره للأخطاء تبرير تفسيره لتبرير الأخطاء ما كانش حتى فيه الأمانة العلمية ما فيش حاجة اسمها ما جيبنا الناس وقالوا ما فيش حاجة اسمها روح الفار ده كان بيقولولنا كده في المحاضرات وانت بتقول لناس كده في المحاضرات يعني سبعين مليون ألاوة في بيوت مصر منتشرين هتروح منهم فين من 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 الغضب المكتوم من التواجل الله سبحانه وتعالى وقالوا بيقول ايه الظلم ده صاحب المظلمة هيعمل ايه طيب الحياة الاتحاد الكورة وعلى وجه الخصوص اللي أستاذ جمال علام رئيس الاتحاد لو كان اهتم بمراجعة عمل الكابتن أسام عفتاح في اللجنة وكام مرة احنا في فترة من أصعب فترات الموسم البطولة بتحسن والبقاء بيحسن واللكابتن أسام عفتاح يا أستاذ جمال 27 يوم قاعد في المغرب لا بيتابع الحكام ولا في دورات ولا في مراجعة والكارسة الكبرى التعينات زيروا تعينات لما تشوفوا فلسفة توزيع الحكام على المباريات لا يقول لهم يقول للأستاذ جمال علام أصنم ثبت التعينات على اللابتوب بتاعي والدنيا متزبطة تمامه ما تلاقش أستاذ جمال وكله يعني كل أسبوع في حكم بيغلط وفي تعينات المفروض تراعي آخر مستوى للحكام وفي تعينات تراعي علاقة الحكم ده بالفريق ده وفي مموريات بقت أصعب وأهم من وضعها السابق في الجدول كل ده ملوش علاقة بيه اعتمد على ناس برضو ما عنداش أي خبرة في التعينات وعندها أغراض كتيرة عندها أغراض كتيرة اتثابت المسألة في الفوضى ديت تفتكروا إن الراجل 27 يوم في المغرب جي القاهرة يومين وراح رايح تونس وجماله علمت ساكت ده مش ساكت ده أكبر المدفعين عن استمراره هو لو ساكت كان حيث فيه قرارات الفترة اللي فاتت هم ساكن هم الساند معرفش أنا أيه الغرض من كده أنا مش فاهم بيدوس على العل هل هو يعني وصلنا انتماءاتنا تحركنا يا اخي ده كان فيه عظماء اصحاب التماءات حقيقية مسكين قيادات الكورة والاتحادات المختلفة قلمها تمسك لهم على غلطة غلطة واحدة لكابت الزمورة واق وحاكم لكن مش معقولة يعني ان احنا نعيش كان حسين امام عم حماد امام الامبراطور ده كان اشهر واحد يحكم مباراة اهل وزمالك والناس كانت بتطلبه بالاسم هو اسمه الامبراطور كان فارض شخصيته واحترامه عالجميع طيب القرار التالت المطالبة بيقاف حكم الفار اللي هو محمود عشور في مباراة الاهل وفار ده ما اضعف الايمان ده كان المفروض انتم بتستنوش هي اتعايز الراجل حط ما هو ما تفاهمنيش ان عشور مش فاهم النقطة اللي يتحط منها خط التسلل فلما يحط عامدا على الكتف المعاكس يبقى ده تضليل وتدليس يستوجب الشط مش اللعقوبة انت حكم فقط مصداقيتك وضميرك امام زمايلك وامام الرأي العام وامام الاعلام وكابتن متحت شالة بن بارح كان حريص ان يكون اول واحد يجيب كابتن ياسر عبدالرقوف يسأله فكابتن ياسر عبدالرقوف يبدو انه كان بتكلم في التليفون فاتكلم على الخط الازرق والخط الاحمر قال له نهين اللي سابق ناحية الجون قال له الأحمر قال له في صايد لان القانون بقوله وابتدى على لانه بياخد نقطة من الكتف واخد نقطة من الكتفة كابتن متحت كابتن متحت متمخل وأكاد يقول له بس الكتف ده الغلط الكتف الغلط قال له اه واخد بس يعني هي تباني ان لا تباني ان مدافع الفاركو الاقل النص نص اه فالراجل طبعا انا متأكد انا احترم الكابتن ياسر عبدالرقوف اه صحيح لكن لو شاف كان هقوله هي النقطة دي محطوطة هنا ليه مش محطوطة هنا ايوه بس ما كانش بيشوف لكن كل الناس اللي وقفت اللي شافوا بعد كده اللي وقفت على الستيج وشورت على اللوحة قالت ايه ده يا خبرابيات ده الزميل هاني هتحوت الراجل بقى يستجمع كل خبراته عشان نقول كلام مؤذب بس مبارح على مين اللي حط الخطين دول عايز ايه ازا تضحك عنه انت تدلس انت تضحك على الاخرين انت بتضحك على زميلك انت ما ندهتش الغندور يبص ليه عشان عارف انه لو بص هيقولك ايه اللي بتعمله ده محمود هتشوفوا فاكر محمود ايه ده محمود ايه ده محمود اشتركوا في القناة